ألفا بي الألف بائية ألفا بي كلمة عربية تركية بعدها الدين ليعلم ويظلم لنستمع ونكتب الكلمة الأولى أرابة أرابة أربا الكلمة الثانية ببك طفل طبعا جتفل جتفل كلمة أصلها عربية جدول مصطرة حرف ج ننتبه إليه الكلمة التالية دينيز بحر دينيز اسم للذكري واسم للأنثة يسمى الرجل دينيز وتسمى الفتاة أيضا دينيز الما تفاح الما ننتبه إلى أما الما الما فندق فندق هذا الحرف هنا فندق نقول له بالعربية بندق حرف الك إذا سبق بأ أو بأحد الحروف التي نقول عنها مفخمة الحرف غير المنقوطة يلفظ كالقافي مخففة فندق يعني كأنه قاف وليس كأنه كاف جز عين جز نعم حرف الأو هو حرف الأو الثم يكون فيه مفتوح وضيق يعني هكذا بعدها هالو هالو وليست هالي كما يقولها البعض هذا حرف الأو هالو السجادة أو هكذا الكلمة التالية اسبنق اسبنق أيضا الكاف هنا قاف مخففة لأنه سبق بحد أحرف تفخيم وهي الأو أحرف تفخيم كل الحروف الصوتية غير المنقوطة اسبنق عدل اسبنق السبانغ هنا الكاف تلفظ كاف الكي تلفظ كاف لأنها سبقت بحرف مرقق إنك بقرة بعدها عندنا جتون جتون هذا الذي يوضع للجهاز كي يعمل نعم بعض الأجهزة نشتري جتون ثم ندخله في الجهاز فيعمل بعد هذا عندنا كلمة كوبك كوبك كلب بعدها عندنا لي ليمون ليمون بعدها عندنا كلمة مارديفان مارديفان الدرج أو السلم كلاهما يقال له مارديفان تشنبلير مارديفان السلم ومرديفان يبقى الدرج تشنبلير القابل النقل لذلك يقال تشنبلير مارديفان ستأتي بعنا في المستقبل نار رمان اسم ثمرا نار بعدها عندنا أوتوبس أوتوبس الباس بعدها عندنا أردك 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 بطة بورتقال بورتقال هنا القاف تشبق الكاف تلفظ قريبة إلى القاف يعني مفخمة لأنها سبقت بحرف مفخم وجاء بعدها أيضا حرف مفخم آ بورتقال نعم عندنا الكلمة التالية هي راديو راديو أيضا كلمة تستخدم باللغة العربية بعدها عندنا كلمة سات هنا عندنا حرف الآ مرتين فتقرأ سات لكن حرف الآ هنا ليس كالآ العادية بل فيه الشيء رقيق قليلا لأنه انتهى بحرف الت ولأن الكلمة أصلها غير تركي فلا نقول سات بل سات سات فيها مخفف قليلا وليس كالآ الحقيقية الآ الحقيقية هكذا آ آ لكن هنا سا سات سات وليس تا سات يعني قريبا لللفظ العربي نعم شمسية كلمة عربية شمسية شمسية هنا فقط الياء غير مشددة أيضا عندنا طافوك هنا حرف الت لأنه جاء بعده حرف مفخم وهو الآ تلفظ حرف الط باللغة العربية فنقول طاوق والكاف هنا أيضا لأنها سبقت بحرف مفخم تلفظ بما يشبه القاف فتصبح طاوق 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 وكأننا نقول طاوق 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 الكلمة التالية أوتشاك أيضا هنا الكاف تلفظ ليست كاف الكاف تلفظ ليست كاف بل تلفظ قريبة إلى حرف القاف لأنها سبقت بحرف مفخم تصبح أوتشاك أوتشاك الكلمة التالية هنا يوفوقها نقطعين تلفظ كأنها ضمة يعني بشكل سريع جدا أو ضمة مشبعة ضمة قريبة من الكسرة ضمة وكسرة مذموجتين مع إذن وأبرز ما يميزها أنها تلفظ بشكل سريع إذا لفظناها بشكل بطيء تخرج خاطئة لذلك ينبغي أن نقرأها بشكل سريع جدا هذا الصوتي قصير فنقول الكلمة التالية مزهرية ليس فيها شيء غريب الكلمة التالية هنا جاء بعدها حرف مفخم فتلفظ قريبا إلى حرف ضاد فإذا اعتبرناها دي لا نقول بل يلدز وكأن دي حرف الضاد يلدز يلدز إذا اعتبرنا دي ضادا لفظنا حرف دي هناك حرف الضاد تخرج معنا الكلمة صحيحة من دون مشقة من دون تفكير حتى يلدز يلدز إذا كتبناها بلغة عربية نكتب يلدز بالضاد بعدها عندنا كلمة زرافة حرف الز كما قلنا حرف الز الذي يلي حرف الز هذا حرف يلفظ كضمة مدموجة بكسرة وأهم ما يميزه أنه يلفظ بساكل سريع جدا إذا أسرعنا في نطقه يخرج صحيحا إذا مددنا نطقه قليلا يكون اللفظ خاطئا فنقول زرافة زرافة زرافة